السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجح خبراء ومراقبون أن ينفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراءاته القانونية والمالية ضد قطاع غزة بشكل تدريجي بدأ بأحالى ألاف الموظفين للتقاعد القصري المبكر وقد تنتهي بإعلان قطاع غزة أقليما متمردا وكأن الرئيس عباس قد قال تحذير إن الرخصة التي بحوزتكم غير صالحة له ذا النظام تحذير إن الرخصة التي بحوزتكم غير صالحة له ذا النظام عباس واعتبرته تواتيرية وقالت إن الخطوات التي سيتخذها ستكون بمثاب عقوبات على سكان القطاع وليس لها ودعت إلى إجراء